وللحديث أكثر عن مجمل الأوضاع السياسية ينضم إلينا القادي المتقاعد عبد الأمير الشمري سيد عبد الأمير عطلة عياد الميلاد أجلت نتائج الدعوة المقامة على الانتخابات ما المتوقع لجلسة يوم غد؟ تحياتي لكم وللجمهور العراقي الحبيب حقيقة قرار المحكمة الاتحادية لا يمكن أن يخرج عن أربعة حالات معينة الحالة الأولى هي إما رد الدعوة وتصديق نتائج الانتخابات وهذا أعتقد هو الموافق والأكثر انطباقا مع القانون الحالة الثانية هي العد والفرز اليدوي والحالة الثالثة هي العد الجزء للانتخابات ذلك الحالات المهمة التي يمكن أن تنظرها للمحكمة الاتحادية لكن الأهم من ذلك على الجميع أن يؤمن بقرار القضاء وأن لا يكون هناك أي ردة فعل ويجب أن يؤمن بما أن العراق هو بلد ديمقراطي يجب أن تؤمن بالقضاء والمحكمة الاتحادية هي هيئة سلطة قضائية عليا سيكون قرارها منصف وسيكون قرارها وفق القانون وعلى الجميع أن يخضع لقرار القضاء من غير الممكن الاحتراض على قرار القضاء المحكمة الاتحادية سيكون قرارها قطعي وبات وملزم للجميع لا توجد طرق طعن عليه هو قرار بات وقطعي وبالتالي على الجميع القبول بما تقرره المحكمة الاتحادية الحقيقة هي مثل ما أسلفت أنه سيكون واحد من قرارات إما أن ترد الطعن المقدم من الأخوة في الأطار التنسيقي الذي يقام الدعوة السيد هاد العامري ورد الدعوة وبالتالي مصادقة نتائج الانتخابات والبلد يذهب بالاتجاه المؤمن له دستوريا أما أن المحكمة الاتحادية قد تلجأ إلى العد الفرز الجزئي أو العد الفرزي هذا الصلاحيات المطلقة للمحكمة الاتحادية لا أحد يعترض على صلاحيات المحكمة الاتحادية إطلاقا هي صلاحياتها مطلقة نعم ما هو الخيار الأقرب تطبيقه لدى المحكمة الاتحادية نحن مثل ما نعرف الأخوة القضاء في المحكمة الاتحادية هم من خيرة قضاء العراق هم الناس لديهم الخبرة على لا تقل عن 20 سنة في القضاء العراقي وبالتالي كتوقعي من باب التوقع ومن باب قراءة حيثيات الدعوة ممكن أن تتجه المحكمة إلى رد الدعوة المقامة حيث لا توجد هناك تقريبا أسباب مقنعة لإلغاء نتائج الانتخابات كون الانتخابات جرت حقيقة ليس مجامل للأخوة في الهيئة القضائية جرت الانتخابات بشكل رائع جدا وبشكل سلس جدا وخاصة هناك حصل عد وفرس في بعض المحطات أجرتها المفوضية للمستقلة الانتخابات وكانت ممتازة جدا أحتقد على الجميع القبول بنتائج الانتخابات والسير بالبلد إلى بر الأمان وعدم الاحتراض على قرارة المحكمة الاتحادية أيا كان على الجميع أن يضحى من الديمقراطية قرار المحكمة الاتحادية سيكون ملزم للجميع سيكون قرارها قاطع وبات في هذه المسألة نعم سيكون قرار المحكمة الاتحادية ملزم للجميع في حال المصادقة على الانتخابات ما هي السيناريوهات المطروحة أمام الإطار التنسيقي؟ المحكمة الاتحادية قرارها قطعي وبات ولا رجع بي الأمامهم هو القبول بنتائج الانتخابات والذهاب إما بتحالفات لتشكيل الحكومة أو للذهاب إلى المعارضة أعتقد أقرب شيء سيكون ذهاب الأخوة في الإطار للمعارضة وأعتقد هذا في صالح له من الذهاب للمعارضة كون الكتلة الأكبر أوفق ما جاءت بالمادة 76 من الدستور هي تقريباً الكتلة التيار الصدري اللي حازت على 73 مقعد نيابي نعم هناك لقاء متوقع بين الصدر والعامري خلال الأيام المقبلة يعني ما هو شكل المباحثات التي ستجرى في هذا اللقاء؟ التيار الصدري حسب ما مصرح من قبلهم وحسب ما هو ظاهر واقع العالم يتمسكون بحكومة أغلبية سياسية وبالتالي الإطار التنسيقي يذهب إلى حكومة شراكة وطنية وحكومة توافق وهنا قطيعة كبيرة بين أن تريد حكومة أغلبية سياسية وبين أن تريد حكومة اتفاق أو مشاركة كما حصل في السابق فأعتقد أنه الأيام القادمة ستشهد تغيير في الساحة السياسية وفق ما نراه أنه سيكون هناك تحالف قوي بين التيار الصدري نعم ما شكل هذا التغيير؟ من تحالف تقدم بزعامة البوسيق والأخوة في الكردستاني ما شكل هذا التغيير؟ أتوقع أنه الذهاب إلى حكومة أغلبية سياسية أعتقد أنه سيكون هناك حكومة أغلبية سياسية وسيدها بالأخوة في الأطار التنسيقي إلى جبهة المعارضة وأعتقد يمارسون دورهم في المعارضة هو أكثر وأنجح للانتخابات القادمة نعم هناك توقعات للتجديد لرئاسات الثلاث يعني هل هناك البعض ذاهب للتجديد والبعض الآخر يستبعد التجديد؟ ما هي تسريبات المطروحة؟ الانتخاب الجميل بالديمقراطية عدم التمسك بكراسي المناصب الديمقراطية تنتج العراق حقيقة بلد قادة العراق بلد عظيم بلد عريق أتوقع أنه سيكون تغيير في الرئاسات الثلاث من الممكن بالأغلبية السياسية ممكن أن يكون هناك حكومة جديدة يكون لديها برنامج جديد وفق الأغلبية السياسية نحن احتادينا في العراق على مجال المدد اللي مرت في السنوات السابقة على حكومة توافقية الحكومة التوافقية حقيقة للأمانة تنتج الكثير من الفساد تنتج الكثير من المعضلات لكن حكومة الأغلبية السياسية أعتقد ستكون ناجحة أياً كان من الممكن أن يكون هناك تجديد لرئيس الوزراء الكاظمي إلى ولاية جديدة من الممكن الرجل قدم ما عليه في المرحلة القادمة سيثاب عليها قدم في مرحلة حسن الوضع سيد عبد الأمير هناك تدخلات داخلية وخارجية ممكن أن يكون تجديد إلى من جانب الكتلة الصدرية ماذا عن التدخلات الخارجية بمسألة تجديد الرئاسة؟ التدخلات العراق نعم العراق مو بعيد عن التدخلات لكن العراق مو بعيد عن التدخلات لكن نحن ما نطمح له أن يكون العراق في المرحلة القادمة بعيد عن التدخلات وبالذات تدخلات دول الجوار نريد حكومة أغلبية سياسية قوية رئيس وزراء قوي وزراء أقوية البلد بعد ما يحتاج إلى مشاكل كثيرة البلد عانى ما عانى من التوافقات السياسية نتمنى أن نرى حكومة قوية جدا حكومة تبسط الأمن حكومة تقضي على ظاهرة المخدرات التي انتشرت في أوساط الشباب مع الأسف هذا لن يحدث إلا في حكومة أغلبية سياسية ووجود معارضة قوية جدا تراقب أداء الحكومة نعم بالحديث عن المعارضة حاليا أن تكون هناك حكومة أغلبية سياسية وأن تكون هناك معارضة قوية جدا لمراقبة أداء الحكومة نعم هذا عن تحركات المستقلين سيد عبد الأمير إعلانهم تشكيل جبهة معارضة هل وصلنا حقا إلى هدف المرجو من تشرين؟ الجميل بالانتخابات الحالية أظهرت لنا مجموعة من المستقلين وهم شباب ممتازين جدا وعلى وعي عالي أنا أتمنى على الأخوة المستقلين أن يكونون كتلة موحدة ويدخلون إما إلى جانب حكومة الأغلبية السياسية حتى تصير إلى بر الأمان أو أن يكونون في جبهة المعارضة ومراقبة أداء الحكومة يعني هذا مهم جدا أن يرقبون أداء الحكومة وبالتالي عدد كبير من المستقلين قد يصل إلى أربعين مستقل هو عدد ليس بالسهل هو عدد ليس بالهيين وأنا أتوقع لانتخابات القادمة ستشهد صعود أكثر من 80 إلى 90 نائب مستقل لكن ثقتنا بالنواب المستقلين الحاليين نعم ثقتنا بالنواب الحاليين المستقلين إما أن ينضموا إلى المعارضة يعني بدون بشكل مباشر أو أن ينضموا إلى حكومة الأغلبية السياسية من أجل أن يمر البلد في أمان وانتخابات ديمقراطية وتحقق غاية المواطن العراقي الذي ينتظرها وهي الخدمات والقضاء على الفساد والقضاء على البطالة والقضاء على المخدرات المنتشرة في البلاد نعم في حال تصورنا أن المعارضة فشلت هل سيكون هناك تشرين أقوى في 2022؟ أنا تقريبا حتى كتبت على صفحتي الخاصة وقلت الحكومة الأغلبية السياسية هي الحل الوحيد لأن حكومة الأغلبية السياسية تحاول أن تبني وإلا في حالة حصول حكومة توافقية ومحاصصية لو أنا أتوقع تشرين تخرج في الشهر الثالث أو الرابع لأن الشباب بعد ما تتحمل كثير من الفشل نتمنى أن تمر الحكومة بقوة وأعتقد جميع ابناء الشعب العراقي سيساندون حكومة قوية حكومة تعيد للعراق هيبته حكومة تفرض سيادة البلد حكومة تمنع تدخل دول الجوار بأي شكل من الأشكال حكومة ترتب شكل العلاقات مع المظهر الخالجي مع الولايات المتحدة الأمريكية مع البريطانيين أن يكون العراق بالمثل يعامل دولة بدولة هذا كل ما يتمنى المواطن العراقي فأتوقع إذا مرت حكومة أغلبية سياسية البلد يكون بنجاح أما حكومة توافقية ومحصصاتها فأني أتوقع لها الفشل خلال الشهر الثالث أو الرابع القاضي المتقاعد عبد الأمير الشماري شكرا جزيلا لك